وقبل ما نبدأ الفيلم ما تتساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وده عشان تتابع معنا أكوى أفلام الرعب بيبدأ الفيلم واحد اسمه ليسمن واللي بيكون اتفق مع ساحرة ان هي تيجي على البيت عنده وده عشان تخليه أغنى واحد في البلد هنا بتحاول ان هي تستخدم كل التقوس الشيطانية بتاعتها وده عشان تطلب من الكيان كل اللي محتاجاه وان هي عاوزة خصل من الشعر وشوية فلوس طلبتها منه الغريب ان هي بتاكل الشعر على طول وكمان بتطلب من ليسمن ان هو يعمل زيها وبعد شوية بتولع في الفلوس اللي جابها وفي الآخر بتجرح ايده ومع الوقت مش بيحصل اي حاجة فبيعرف ان هي دجلة ومش هتعمل اللي مطلوب منها فبيطلب ان هي تخرج دلوقتي من البيت لكن قبل ما يحصل كده بيشوف الكهنة طايرة في الجو قدامه بعدها على طول بينزل على الارض عشان يطلب من الروح ان هي تسامحه وفي الآخر بيلاقي الفلوس كلها بتقع على الارض وبيكون غني جدا وبيتعرفك كهنة ان الشيطان وافق على الطلب بتاعك بقابل انك تبقى خادم عنده طول عمرك ومع الوقت بنسمع اخبار عن ليسمن في الجرايط وان هو بقى غني جدا وبيفتح اكتر من مشروع كل يوم في المدينة لكن بعدها بتموت مراته في ظروف غمضة جدا وبيقرر ان هو يتجوز من واحدة شابة وبتكون ممثلة وللأسف بعد اكتر من سنة ليسمن بتحصل له مشاكل مع الضرائب واكتر من شركة بتقفل وبعد سنين كتيرة بنشوف الف بنت لسمن في المواصلات من مراته اللي ماتت وبتجيلها مكالمة من المستشفى ان والدها بيكون تعبان جدا ولازم تيجي عشان تشوفه وطبعا بتروح على هناك بسرعة وبتشوف اخوتها من الام التانية والواضح ان علاقتهم مع بعض مش احسن حاجة لحد لما مامايا بتطلب منها ان هي تنسى كل اللي فات بتحاول تعرف ان هي مش بتكرههم ولا حاجة وقبل ما تكمل الكلام الممرضة بتطلب منهم ان هما يدخلوا القضى عشان يتطمنوا على ابوهم وبيعرفوا هنا ان هو بيعاني من مشكلة في المخ ومش هيقدر يتكلم معهم الفترة دي كلها لحد لما ماريا بتعرف الفي ان هي مشافتش القب من حوالي عشر سنين وان امها عاوزة تروحها للبيت الوحيد اللي فضل بعد لما باع كله وده عشان يشوفوا في اي حاجة ممكن تكون قيمة وتساعدهم ان هما يكملوا الديون بتحاول تعرفها ان البيت ده مهجور من فترة كبيرة ومحدش دخله وبتكمل مياه كلاما عشان تعرفها ان هي لازم تكلم والدتها دلوقتي وهنا الفي بتحاول ان هي تتكلم مع ابوها وبتعرف ان هو غلطان لما سبق هي وامها ويتجوز من واحدة صغيرة لحد لما النور بيقطع في المستشفى بعد شوية بتسمع صوت جاي من السرير اللي جنبها ولما بتحاول ان هي تعرف اللي حصل بالزبط بتلاحظ شبح بيقرب عليها وبيدخل في جسم والدها وبعدها النور بيرجع تاني ولسما بيقدر ان هو يهجم على بنته بشكل المرعب وده عشان يخنقها ويموتها فباقي الاخوات بيدخلوا على القوضة بعد لما سمعوا الصوت في الوقت ده بيروح الاب على خطيبة ابنه اسمه روبين وده عشان يهجم عليها وللأسف بينزل دمه على وشها وفي الاخر كل حاجة بترجع تاني طبيعي وبتوصل مرات الاب على المستشفى هنا بتعرف الف ان هي لسه متغيرتش عن زمان وكمان بتطلب منها تفضل معاهم وده عشان يكونوا قسرة واحدة وفي الاخر بتاخد باقي اولادها عشان تمشي وبعد كام يوم بنشوف الف راحت على البيت المهجور عشان تدور فيه على اي حاجة تساعدها في الديون لحد لما بتفتكر ذكرياتها مع امها اللي ماتت وطبعا بتكون زعلانا بعد شوية بتسبع صوت جاي من القب فبترح على هناك وبتعرف ان مرات ابوها بتكون وصلت مع اولادها فبتتخنق معها لان ده مش حقها وبتعرف هنا ان امها كانت مخلصة جدا مع ابوها وتستهل كل خير فطبعا بتتدايق من كلامها وبتضربها بالقلم بعد لما عرفتها ان هي وطية فبتطلع على القضة بتاعتها عشان تنام شوية وهنا روبين بيروح عليها وبيعرفها ان هي مظلومة في الموضوع ده كله وبيطلب منها تاكل اي حاجة قبل ما تنام لحد لما بينزل تاني على الصالة وهنا بيشوف قسرته بتحاول ان هي تجمع اي حاجة وده عشان تباها بسرعة ويسده الديون فماية بتعرفها ان بابا قابو بيكون مقفول ولازم يفتحه يمكن يلاقه في حاجة في الوقت ده الفي بتروح على قضة مقفولة في الدور التاني وبتشوف حيوان مدبوح من فترة كبيرة مع كم حاجة بتتعامل بها التقوس الشيطانية وفي نفس الوقت بيقدر روبين ان هو يفتح باب القابو بتاع البيت بصعوبة لكن هنا بيخرج هوا غريب جدا بيروح على اختهم الصغيرة لورا بعدين بنشوف الهوا بيوصل عند الاسمن في المستشفى فبيفتح هنا وبيفضل يخرج شعر من بقه وللأسف مش بيعرف يعمل حاجة وفي النهاية بيكون مات وهينا موية بتحاول ان هي تنور سلم القابو بكشف الموبايل وفي الاخر بتطلب من روبين ان هو ينزل على هناك عشان ممكن يلاقي فلوس والده بيكون شايلها طبعا بيكون خايف جدا لحد لما بتقصى الالفي وبتحذره ان هو ما يعملش كده وده عشان ممكن يتصاب باللعنة ومرأة الاب مش فارق معها اي حاجة وبتكون فاكرة ان هي بتقول اي كلام وفي اللحظات دي لارة بتتكلم مع عشان تعرفهم ان هي شايفة حاجة مرعبة في القابو من هنا لحد لما بيظهر شبح مرعب جدا بيصحب مرات لسمن على القابو بيحاولوا بكل قوة ان هم يلحوها عشان تطلع من المكان ده بسرعة وللأسف مش بيعرفوا يعملوا كده وفي النهاية روبين بيعرف ان فيه شيطان في المكان بتفضل تسرخ بصوت مرعب جدا عشان تطلب المساعدة لحد لما بتيجي الام مرة تانية بعد لما شكلها بيكون تغير وبتقدر ان هي تهجم على بنتها مايا وهنا بتحاول ان هي تعضها من ايديها لحد لما بتوصل الف عشان تدفع عن اختها وبتخدها على جنب عشان تحميها من الام وللأسف الروح بترجع تاني فيها بتعرفوا من الصار ومقابلها الارواح وفي الآخر بتنط من الشباك على الارض والناحية التانية الف بتحاول ان هي تعالج الجرح بتاع اختها بعدين روبين بيعرفوا من العربية تقصرت ميت حتة ومش يعرفوا حتى ان هما يتحركوا بيها على اي مكان والفي بتكون مش فاهمة اللي بيحصل في البيت فبيرجعوا تاني على جوة والفي بتعرف روبين ان الموبايل كمان فصل منها شه وللأسف مش يعرفوا يتصلوا بالشرطة فبتطلب من مايا ان هي تروح معاها على اقرب قرية جنبهم وده عشان يطلبوا المساعدة من اي حد لان الجرح بتاعها محتاج ان هي تتنقل على المستشفى هنا روبين بيقول لهم ان هما يتحركوا مع بعض عشان يكونوا في امان والفي بتقوله ان ده غلط على لارا ان هي تخرج من هنا وفي الطريق مايا بتسأل ألف عن مساعدتها ليها فبتعرفها ان هي في الاول والاخر اختها الكبيرة واكيد بتحبها لكن المشكلة في الام بعد شوية بيشوفوا مرات ليسمن في الطريق وبيستخبوا منها بسرعة لحد لما ألف بتدي اتكشف لمايا وده عشان تتحرك به وفي الوقت ده مايا بتحاول ان هي تفتح الشنطة بتاعت ألف عشان تشوف اي حاجة تسعيدهم وبتلاحش شوية صور متشغبت عليهم وان هي تقريبا كده مش بتحبوهم وفي الوقت ده بتروحها لألف عشان تعرفها ان هي اكيد اللي جابتهم على هنا عشان تنتئم منهم فبتحاول تهديها شوية لكن للأسف مش بتسمع الكلام وبتهرب على طول وبعد شوية لارا بتفضل تسرخ عشان روبين يروح عليها وبتقوله ان هي شافت الشبح اللي كان مع أموه في القبو من شوية طبعا بيعرف ان هي طفلة وما شافتش حاجة فبيحاول يطمنها لكن مرعب في الموضوع ان هي اديها لونها عمال يتغير والأرواح بتسيطر عليها وهنا بترجع تاني ألفة على البيت وبتحكي مع الله حصل مع مايا وبيسألها لو كانت فعلا مش بتحبهم فبتقوله ان هي كانت متعصبة مش أكتر فبيعرفها ان هو هيدور على أخته في الغابة لكن لازم تفضل مع لارا عشان الأرواح بتقرب أكتر منها مع الوقت وبتقوله ان هو ما يفعش يخرج أصلا من البيت بتطلب منه يفضل قاعد معها لحد الفج وساعتها النور هيوضح كل حاجة لحد لما بتاخدوا على القابو وبتوري التعويزات الشيطانية بيعرفها روبين ان أبوهم كان بيستخدم السحر عشان يكون السروة دي كلها وللأزف أبوها كانت الضحية في المقابل وبتشوف نفس الكيان اللي ظهر في المستشفى وده عشان يهجم عليها وبيتعرفوا ان هي لازم تحط رسومات مصحورة على باب القابو عشان تحبس الأرواح وبيحاول روبين مع ألفي ان هما يقرروا أكتر من كتاب وده عشان يفهموا اللي بيحصل معاهم ألفي بتكون تعبنة جدا لحد لما بتفقد الوعي بعدها على طول مع الوقت ماية بتكون في الغابة لوحدها لحد لما بتشوف أمها بتهجم عليها وللأسف بيقعوا هما الاتنين في البحيرة لحد لما بتدافع عن نفسها وفي البيت لارا بتكون نايمة في القوضة لوحدها وبتسمع صوت مخيف بيتكلم معاها والسرير عمال يتحرك بيها لحد لما الروح بتعرفها ان هي والدتها وهنا الشيطان بيظهر عشان يهجم عليها وفي الوقت ده روبين مع ألفي بيسمعوا صوتها فبيروحوا على قوضة عشان يساعدوها بنعرف ان هما الشبح كان عاوز يسيطر عليها ومش بيعرف لحد لما بتدخل ألفي في رؤية عن والدتها اللي ماتت بنشوف الطريقة اللي ماتت بيها أمها من خلال الأرواح الشيطانية وفي الوقت ده بتوصل حبيبة روبين لما كان قريب من بيتهم وفي الوقت ده العربية بتعتل منها في الطريق وماية بتظهر عشان تطلب منها تفتح الشباك بسرعة لكن شكلها بيكون متغير هنا كمان بتشوف الشاكوش اللي في إيديها فبتخاف جدا لحد لما ماية بتقصر عليها الإزاز وده عشان تموتها يا كمان بعدها بترجع ماية على البيت عشان تنزل للقام وبتفضل تتكلم مع روح شيطانية وبيطلب منها لو كانت عاوزة تبقى خادمة عنده وفي الاخر بتوافق على العرض بتاعه الناحية التانية بتفضل ألف تتخيل أمها اللي ماتت وبتتكلم معها شوية فبتعرفة ان هي كانت بتحبها جدا لحد لما شكلها بيتحول على طول وبتفضل تكلمها بصوت مرعب جدا وده عشان تعرفها ان هي كان لازم تموت بدلها وبتكون مش مصدقة اللي بيحصل معها لحد لما بتفوق تاني هنا بتشوف ماية بفستان أمها اللي ماتت ومش فاهم حاجة وكمان تصرفتها بتكون مش طبيعية لحد لما روحين بيوصل على البيت هنا ماية بتعرف ألف ان هي لازم تموت وما تعرفش أي حاجة عن اللي حصلت في الغابة لحد لما بتروح على أخوها وبتعرفوا ان هما لازم يخرجوا من هنا فبيقول لها ان هو مستني خطبت اللي قربت على البيت وطبع ما معرفش ان هي ماتت لكن بتوريه إيد لارا وبتقوله ان الموضوع خرج عن السيطرة ولازم تروح على أقرب مستشفى في الوقت ده بتتكلم عن الروح الشيطانية بتاعت ماية وبتعرفهم ان ما فيش حد بيخرج من هنا عايش وروبين بيتخانق معاها وبيحاول يعرف مين الروح اللي سيطرت على أخته التانية فبتحصل منها حركات مرعبة وغريبة وبتعرفوا ان الشيطان مش هيسبهم أصلا عايشين بعدها على طول الأبواب بتقفل عليهم عشان يظهر شيطان قدامهم وبيطلب روبين من ألفي ان هي تاخد لارا وتجري بسرعة وهنا بيروح على مية عشان يشوفها وللأسف شكلها بيكون مرعب جدا وبتحاول ان هي تهجم عليه وبيقفل الباب ناحيتها لكن الغريب ان هي بتظهر تاني في وشه وبتعرفوا ان هي قتلت الأمة وكمان حبيبته والدور دلوقتي على الباقي وده عشان يروحوا للشيطان في الآخر بيفضل روبين يضرب فيه عشان تفوق من سيطرة الكيان فبتطلع الدمية السحرية بتاعته وده عشان تكسر جسمه وبيحاول يهرب منه عشان يلحق نفسه لحد لما ألفي بتروح عليه عشان تحميه فبيطلب منها تبعد عنه وماية بتقطع راسه على طول في الآخر بتطلع الدمية بتاعت لارا عشان توديها في القاب وبعدها بتطلع الدمية بتاعت ألف بالمرة وبتعمل كده في الآخر بتفقد الوعي وبتفوق بعد شوية وبتشوف اللي حصل من أبوها والكهنة واللي كانت بتطلب منه خصل شعر بين بنته ألفي وده عشان تكمل التقس بتاعته ويفضل غني فطبعا بيرفض حاجة زي كده بعد لما امراته بيكون خسرها وبيهجم على الرهيبة عشان يموتها وينهي الموضوع على كده لكن بتقدر ان هي تقطع جزء من جسم عشان تاكله وبتعرفه ان هو يخسر كل السربة قريب جدا وبتشوف والدها لما دفن الجزء بتاعت الرهيبة في القاب بتاع البيت اللي هم فيه وبتظهر مايا مرة تانية وبتحاول تعرفها ان اللارة اللي هتموت بتكون أختها لحد لما بتوقع الدمية بتاعت مايا فبتاخدها ألف عشان ترميها في النار بسرعة هنا النار بتمسك فيها في الحقيقة لحد لما ألف بتروح على المكان بتاع جزء الكهنة وده عشان تاخد السحر منه وتحرقها على طول لكن بيظهر شبح الكهنة في وشها وبتقدر ان هي تسحبها على القبر بسرعة فبتحاول ان هي تخرج منه هي كمان والمطر بيكون قره بيخلص عليها وللأسف بتفقد الأمل في الخروج لكن هنا لارة بتكون لسا عيشة وبتقدر ان هي تلحق ألف من الموت وبنعرف ان هما اللي فضلوا عايشين بعد كل اللي حصل وبيخلص الفيلم الحدي هنا